كأن هذا الجسم اللي كل تعبك بالدنيا منصبع ليه هذا الجسم اللي دائما تحممه تختار لأجود أنواع العطور أجود أنواع الملابس تريحها تبطيط طعام اللين ينام على الفراش الوثير يراويك يوقفك هل وكف على الخبر تشدك شدا لتريك ما تحت هذا الترى تقول لك شوف الجسد الناعم شنو مصيره انزل إلى التراب هنا شوفش أكو تحت هذا التراب نعم شوف العيون الجميلة الأنيقة شوف الخدود شوف الوجوه الموردة بأجمعها اشتحال التراب بأجمعها تحولت إلى ذلك الشكل الذي لو رأاه الرأي انفجر له بالبكاء ورحم الله الخيام كل ذرات هذه الأرض كل ذرات هذه الأرض كانت أوجها كالشموش ذات بهائي أجل عن خدك التراب برفق فهو خد لكاعب حسنائك هذا أول شيء يرقق قلبك بعدين يذكرك الآخرة يقول لك هذا المصير ترى بعض الناس أصلاً ما نصور أن يموت ناشي أن يموت يعني ما إلى في قاموش للموت ذكر أبداً والحال الرسول صلى الله عليه وآله يقول والله ما فتحت عيناي وظننت أن شفريهما يلتقيان من أفتح عيني ما أصور أني عندي وقت رح أغلقها يدركني الموت بهاللحظة هذا الواقع أنا لا أحتاج أن واحد نعم يذكر هذا الواقع الذي نعيشه ترجمة نانسي قنقر